نصحتك للعيبة دية مصطفى اللي بتلعب فريق اول دلوقتي مع نادي الزمالك نصحتك لهم ايه؟ نصحت اللي هم يمسكه في الفرصة انتو بتلعبه في اعظم نادي في مصر وفي افريقيا نادي كبير نادي الزمالك اللي هو يعني نادي الزمالك ده اي حد يتمنى يلعب فيه انا بنصحهم اللي هم يمسكه في الفرصة ويطلعوا كل اللي عندهم ويلعبوا بثقة اللعبة على فكرة كابتن يعني اللعبة في الفريق الاول والله اسهل من نشئين بكتير يعني بس أما حاجة الثقة وأما حاجة الأداء والرجولة أنا بشوف يعني اللعبة في النشئين أصعب بكتير من الفريق الأول أنت بتمر بالظروف صعبة بتمر باللعبة في النشئين كذا حد بيضغط عليك بتلاقي مثلا فيه ناس بتجري وراك كورة لا يا جابتن في اللعبة في الفريق الأول كله أحد عارف بتحرك إزاي بتلعب مع علابة دولية لعبة محترفة فأنت بتظهر بشكل كويس بس أنت أما حاجة يكون عندك الاستعداد أداء الفرقة في وقت إيهاب جلال زي ميتشو ولا اختلف الوضع ومين أفضل مش في التدريب من أفضل الفترة الزمانك أفضل اللي كانت مع هاب ولا كانت مع مستر ميتشو بسوفة تكنت لعبتي في الحتة تانية أو في المرحلتين يعني أنا مقدرش يا جابتن يعني حدد أنا اتمرنت مع الاتنين واستفدت منهم كتير وكابتن إيهاب جلال أنا نطلع وأنا سن صغير فأكيد استفدت معه كتير وهو اللي طلعني ولعبت معه واتشات ودية وكان واسق في قدراتي ومستر ميتشو برضو الأداء كان معه كويس واستفدت منه كتير والفترتين يا كابتن نادي الزمالك يعني على طول كبير ونادي الزمالك على طول في أحسن حال معاي مدرب